بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر معنا في هذه الحلقة شخصية عظيمة هو صاحب النبي قبل البعثة وبعد البعثة يسمى صديق هذه الأمة سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صديق هذه الأمة أول ما سمع بالبعثة آمن بغير تردد هذا الرجل أول رجل دخل في الإسلام من هو؟ إنه أبو بكر عبد الله ابن أبي قحافح يقول عن نفسه قبل الإسلام وهو صغير يقول كنت ناهزت الحلم توني بدأت بالبلوغ يقول فأخذني أبي إلى الأصنام اللات والعزة الأصنام المصنعة غرفة كان عند أبيه وفيها بعض الأصنام فقال لي يا عبد الله هذه آلهتك الشم العوالي يعني شوفها بدأ لأن يربي ابنه على الأصنام يقول فذهب أبي وجلست فنظرت إلى أصنام فقلت لها أنا تجيبين؟ ما ترد قلت إن كنت جائعا تطعميني إن كنت مريضا تشفيني يقول فأخذت صخرة فضربت بها صنما فخرى لوجهي يقول وخرجت لم يعبد صنما لم يشرب خمرا لم يأتي فاحشة صاحب النبي قبل البعثة وبعدها إنه من؟ إنه أبو بكر الصديق ما أن سمع بالإسلام إلا وخرج داعيا إلى الله جل وعلا فرجع ومعه ستة كلهم مبشرون بالجنة منهم عثمان بن عثان منهم جعفر بن أبي طالب منهم عبد الرحمن بن عوف منهم الكثير ممن بشرهم النبي بالجنة إنه أبو بكر الصديق ذلك الصحابي الجليل الذي كان يرى الفقراء يعذبون يرى بلال يضرب ويجلد ويجر في الرمضاء يرى صحابي اسم خباب ابن الأرد يعذب حتى حرق ظهره خباب ابن الأرد يحرق ظهره يراهم أبو بكر رضي الله عنه فدروا شي سيساوي أبو بكر يشتري هذا العبد ويعتقه ويشتري هذا العبد فيعتقه حتى قال أبوه ما كان مسلما قال يا أبا بكر ليش تفعل هذا لماذا تفعل هذا على الأقل اشتري إنسان ينفعك واحد لما تعتقى قبيل تتنفعك ليش تشتري هؤلاء الضعفاء الفقراء اللي ما منهم فايدة فنظر أبو بكر إلى أبيه وقال يا أبتي أنا أفعلها لوجه الله فأنزل الله عز وجل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سوف ترضى يا أبا بكر سوف يرضيك الرب عز وجل يوم من الأيام وهو في الحرم وعند الكعبة يرى حبيبه يرى نبيه يرى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يضرب ويخنق وكاد يموت من الذي عنده الشجاعة أن يظهر إيمانه فيذهب ويدفع الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أبو بكر أشتعى الناس في ذلك الوقت ذهب ودفع المشركين يدفع هذا ويضرب هذا ويمنع هذا وهو يقرأ قول الله عز وجل أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم وقد جاءكم بالبينات من ربكم فلما دفع الناس جاء المشركون إلى أبي بكر تركه النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يضربون ويضربون ويضربون حتى ظن الناس أنه قد مات الدم من راسه للجلح حملوا الناس إلى بيت أمه وأمه ما كانت مسلمة قببته حتى آخر الليل فلما استفاق فرحت أمه قالت يا بني كل شيئا شرب شيئا قال والله لا أذوق شيئا حتى أرى ما فعل رسول الله قالت يا بني كل الآن بعدين قال لا والله لا أذوق شيئا فحمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جالسا في بيت بالسر جالس عند بعض الصحابة فلما أدخل عليه انكب على النبي يقبله ويبكي يقول أبو بكر للرسول يقول يا رسول الله كيف أنت يقول أنا بخير يا أبا بكر فيرد النبي على أبي بكر كيف أنت يا أبا بكر يقول أنا بخير إلا ما صنع الفاسق في وجهه يعني ما فيني شيء الحمد لله أنا بخير أهم شيء أنت يا رسول الله لما أذن للنبي بالهجرة هاجر الصحابة قبل النبي بعض الصحابة أبو بكر ما هاجر ليش ينتظر أن يهاجر مع رسول الله وإذا به يأتيه يوم من الأيام الرسول يأتي إلى أبي بكر في الظهر وقت الظهيرة فيأتي إلى أبي بكر يقول يا أبا بكر إن الله قد أذن لي بالهجرة فقال أبو بكر الصحبة يعني أنا وياك يا رسول الله الله أذن لي أكون معاك قال نعم الصحبة يا أبا بكر فبكى أبو بكر ليش تبكي يا أبا بكر تعرفون ليش بكى بكى فرحا أن سيهاجر مع النبي أخطر رحلة في ذلك الزمان رحلة النبي ومع هذا بكى أبو بكر أن الله اختاره ليكون صاحب النبي في الهجرة أبو بكر في ذلك اليوم جهز البيت كله بنت أسماء بنت عائشة ابن عبد الرحمن أجيرة الشياة الدواب جهز البيت كله يستعدون لتلك الهجرة ما عليك رسول الله كل شي جاهز جهز له الدابة البتاء عزاد التغطية كل شيء فلما ذهب مع النبي إلى الغار غار ثور ودخل دخل في الغار أبو بكر يفتش ما في شيء ما في شيء شاف جحر صغير فتحه أبو بكر السوى دخل إلى الغار وحط رجلة على الجحر هذا علشان لا يطلع شيء يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم هام هوام أو دواب أو أي شيء حية ثعبان عقرب وضع رجلة النبي صلى الله عليه وسلم من التعب نام على رجل أبي بكر وبكر جالس يحرس النبي لسع أبا بكر شيء على رجلح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر